المترجم للقناة عليك أن تعرف أن علامات التشكيل لها ما يناسبها مثلا الكسرة يناسبها الياء الضم الواو الفتحة الألف السكون السطر تكتب الهمزة المتطرفة على حرف يناسب حركة الحرف الذي قبل الهمزة كلمة قارئ حرف الراء مكسور لذلك رسمت على ما يناسب الكسر على ياء شاط الطاء مكسور حرف مكسور ما يناسب الكسر الياء لؤلؤ ما قبل الهمزة اللام مضمومة وما يناسب الضم الواو طباط الطاء مضمومة وما يناسب الضم الواو كلمة بدأ وجدنا أن حرف الدال مفتوح وما يناسب الفتح الألف كلمة قرأ الحرف الذي قبل الذي يسبق الهمزة الراء مفتوح وما يناسب الفتح الألف كلمة بط الطاء ساكنة وما يناسب السكون السطر سماء ألف المد ألف المد ساكن وما يناسب السكون السطر لذلك رسمت الهمزة على السطر وضو مسبوقة بماذا الهمزة بمد بالواو حروف المد ساكنة لذلك الذي يناسب السكون السطر لذلك رسمت الهمزة على السطر كلمة يجر كيف نكتبها الحرف الذي يسبق الهمزة عليه ضم وما يناسب الضم الواو كلمة يج رؤ يناسب ممتاز الكلمة الكلمة التالية كلمة بد الحرف الذي يسبق الهمزة عليه عليه ماذا سكون ما يناسب السكون ما يناسب السكون السطر ترسم الهمزة على السطر أحسنتم كلمة هادئ الحرف السا الذي يسبق الهمزة الدال وهو مكسور ما يناسب الكسر الياء أحسنتم كلمة ما لا آ حرف اللام الحرف الذي يسبق الهمزة مفتوح وما يناسب الفتح ماذا الألف لذلك رسمة الهمزة ما لا آ على الألف أحسنتم إجابة صحيحة وموفقة وفي الختام أسأل الله لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته